بسم الله الرحمن الرحيم السؤال وردني من أحد الإخوة المسلمين ربما تأثر بقول لأحد المشككين ينتقد آية في القرآن وجعلناها رجوما للشياطين يقول كيف يمكن للنجم الذي يبلغ حجمه ربما أكبر من الأرض بمليون مرة أن يرجم شيطان صغير هذا النجم لو وقع على الأرض ربما لابتلع الأرض في ثوان معدودة فكيف يمكن ذلك فقال إنه سمع ذلك المشكك يقول هذا يدل على أن القرآن كتاب خرافات وأساطير لأن هذه النجوم لا يمكن أن تكون رجوما للشياطين لأنها لو وقعت على الأرض أو اخترقت أو نزلت على الغلاف الجو ولأن الأرض صغيرة جدا أيها الأحبة وبالتالي أي نجم يقترب من الأرض ربما يبتلع الأرض ويحرقها ويلهبها نقول أيها الأحبة الحقيقة أنا أحب مثل هذه الأسئلة أن أوضحها لأنها تحدث ارتباكا لدى الكثيرين ممن لا يجيدون اللغة العربية مشكلتنا أيها الأحبة أن لغتنا العربية أصبحت ضعيفة جدا فأصبح المشكك ينفذ من هذه الثغرة ويشكك الشباب وبخاصة يعني ضعاف القلوب بكلام الله تبارك وتعالى شوفوا أحبتي العلماء أولا من وكالة ناسا يعلمون ونشروا صور كثيرة جدا لعدد هائل من النيازك وهي حجارة قد يبلغ قطرها مليمترات وقد تبلغ مئات الأمتار يعني هناك حجارة كبيرة حجارة متوسطة بالمليارات تحوم حول الأرض ضمن مجال المجموعة الشمسية كثير من الأبحاث اقرأوا أيها الأحبة يستغرب العلماء والباحثون يستغربون لماذا هذا العدد الهائل من النيازك تحوم حول الأرض طيب عندما تضرب النيازك أرضنا غالبا ما تسقط ما ينفذ منها يسقط في أماكن غير مأهولة يقولون لماذا هذه النيازك تختار المناطق غير مأهولة لا يعلمون طيب ما مهمة هذه النيازك يقولون لا نعلم طيب لماذا تقترب من الأرض يقول لك مصادفة ليس لديهم تفسير التفسير لدينا موجود بالقرآن أيها الأحبة موجود في كتاب الله عز وجل هذه النيازك عندما درسها العلماء قالوا إن لها طبيعة إما كوكبية أو نجمية ماذا يعني ذلك؟ يعني النجم عندما ينفجر وحتى أثناء عمله ومسيرة حياته هناك نيازك حديدية معدنية إلى آخره يقذفها باستمرار حتى إن العلماء يقولون إن أرضنا في باطنها كتلة هائلة من الحديد هي التي تعطي المجال الكهراطيس أو المغناطيس للأرض وبالتالي هذه من أين جاءت؟ جاءت عبر ملايين السنين من النيازك التي قذفت الأرض وهي نيازك حديدية أصلها من النجوم البعيدة أو ما يسمى بسوبر نوفا أو الانفجارات النجمية الهائلة يعني الشمس ليس لديها قدرة على إنتاج نيازك حديدية على فكرة يجب أن يكون هناك نجم ينفجر بشدة ويولد ملايين الدرجات من الحرارة حتى يستطيع أن يصنع ذرات الحديد هذه التي تأتي على شكل حجارة ونيازك حديدية الأصل الثاني لهذه النيازك أن تكون كوكبية أي جاءت من كوكب بعيد مثل المريخ المشتري وربما أثمنها تلك النيازك التي انفصلت أو الحجارة التي انفصلت عن القمر ربما قبل ملايين السنين وتسبح فأحيانا تخترق الأرض ويستطيع العلماء أن يعثروا على ما تبقى منها لأننا نعلم أن الغلاف الجوي أيها الأحبة غلاف قاسي أمام السرعات الهائلة يصبح صلبا أمام السرعات الهائلة فهذا النيزك يخترق الغلاف الجوي بسبب سرعة هذه الحجارة النيزكية الهائلة فإنها تتبخر على حدود الغلاف الجوي بسبب الاحتكاك الشديد لجزيئات الغلاف الجوي مع مادة هذا الحجر أو هذا النيزك أو هذه الشهب أحيانا تخترق بالكامل أحيانا يبقى منها قطعة كبيرة أو صغيرة فتسقط على الأرض فيأتي العلماء ليأخذوها ويشرحونها يعني لو صح التعبير يضعونها في المختبرات ويخضعونها للتحليل بالمجهر الإلكتروني لاكتشاف أسرار القمر قبل ملايين السنين يعني هي كنز من المعلومات بالنسبة لهم فتعتبر غالية الثمن إذن ليس هذا موضوعنا موضوعنا أيها الأحبة أن هذه الشهب أو هذه النيازك أو هذه الحجارة لها أصل إما انفصلت عن النجوم أو انفصلت عن الكواكب وهي تسبح في هذا الكون بكميات هائلة جدا أيها الأحبة لا يعلم العلماء لماذا تسبح لماذا الفصلت لا يعلمون يقولون هي عمليات طبيعية طب لماذا تحوموا حول الأرض لا يعلمون يقولون مصادفة طب لماذا تسقط في مناطق غير مأهولة يقولون مصادفة إذن العلم الحديث ليس لديه أي إجابة عن كل هذه التساؤلات القرآن أعطانا الإجابة قال تبارك وتعالى أنظر أيها الأحبة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيحة وجعلناها رجوما للشياطين ما معنى رجوم؟ لا يعني أن هذه النجوم تسقط كلها على الأرض تنفص الأجزاء منها وتصيب وتحوم حول الأرض لتصيب أي شيطان يحاول أن يصعد لاستراق السماء فتصيبه نحن نرى فقط احتراق هذا النيزك على حدود الغلاف الجوي لا نستطيع أن نرى الشيطان لا نستطيع أن نرى الملائكة مثلا ليس لدينا القدرة على معرفة علم الغيب ما الذي يحدث نحن نرى النتائج فقط طيب هناك يعني ما الذي يعني يجعلنا نقول إن النجم كلمة رجوما لا تعني أن النجم كله يسقط نحن لدينا مثلا في العلوم العسكرية راجمات الصواريخ راجمات الصواريخ أو قاذفات القنابل مثلا يعني يعني الطائرة قاذفة القنابل أو راجمة القنابل مثلا أو راجمة الصواريخ يعني هذه الطائرة تسقط فوق الهدف أو هذا القاذف أو هذه الراجمات الصواريخ العملاقة الكبيرة يعني تسقط فوق لا هي تطلق طلقات صغيرة وربما كبيرة تطلق هذه الطلقات فتجعلها رجوما للعدو إذن هذه راجمات صواريخ راجمات قنابل كذلك هذه النجوم هي رجوم يعني تنفصل منها هذه الأجزاء ويرجم بها هذا الشيطان تمام أيها الأحبة طيب ماذا عن الكواكب الله تعالى تحدث أصلا عن أو تحدث أيضا عن الأصل الكوكبي لهذه النيازك قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظناها من كل وحفظا من كل شيطان مارد حفظا يعني هذه الكواكب أيضا لها مهمة أن تحفظ السماء من هؤلاء الشياطين من كل شيطان مارد فتنفصل منها هذه الأجزاء التي تصلنا ولا نعلم لماذا تنفصل لا نعلم لماذا تحوم حول الأرض لا نعلم لماذا لا تهاجم الأرض هي فقط تأتي في أوقات محددة في كذا هذا إذا تحدث القرآن عن الأصل النجمي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابح وجعلناها رجوما للشياطين المصابح هي النجوم طبعا وتحدث عن الأصل الكوكبي لهذه النيازك إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد طيب يستهزئ هذا الملحد ويقول كيف يمكن للجن أن يلمس السماء وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشغبها هل السماء تلمس طبعا أولا هل نحن نعلم أين هذا الجن هل نعلم هل تستطيع أن تحدد ما هي سرعة الجن نحن نعلم أن عالم الجن أسرع من البشر لأنه مخلوق من النار وفي قصة سبأ وسليمان عليه السلام عندما قال عفريته من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني لديه قدرة أن يسافر بسرعة هائلة ليحضر ذلك العرش خلال زمن قصير قبل أن يقوم من مقامه الذي هو فيه نحن نعلم أيها الأحبة فيزيائيا أنه كلما زادت السرعة فإن ذرات الهواء تشكل جدارا صلبا قاسيا أمام هذا الجسم الذي يتحرك لذلك النيزك عندما يدخل عبر الغلاف الجوي تتشكل أمامه أو يتشكل جدار صلب جدا بسبب سرعته الهائلة هذا الجدار الصلب النيزك أو الحجارة النيزكية تختارقه كما تختارق الرصاص الجدار تصور أيها الأحبة لذلك سماه القرآن وإن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ماذا ثاقب كلمة ثاقب فيها إعجاز لأنها تتحدث عن سرعة قدوم هذا الشهاب وأنه يثق بالغلاف الجوي وكلمة ثاقب تدل على أن هذا الغلاف الجوي ذرات الهواء هذه تشكل جبه صلبة جدا أمامه فيختارقها كما تختارق الرصاص الجدار هل رأيتم الدقة المذهلة في كلام الله تبارك وتعالى ولكن هذا النيزك إذا كنا لا نرى الشياطين كيف تقول إن القرآن يتناقض مع العلم هذا كلام غير منطقي لأن العلم لم يثبت وجود الشياطين كيف تقول إن الجن عندما لمسوا السماء السماء لا تلمس لا السماء تلمس حسب سرعة الجسم المتحرك لأن الجن لديهم سرعة هائلة فنتيجة سرعتهم الكبيرة ذرات الهواء تصبح جدارا صلبا بالنسبة لهم حتى نعلم من خلال علم الطيران عندما يقولون اختراق جدار الصوت لماذا يسمونه جدار لأنه يشكل جبهة صلبة قد تدمر الطائرة هناك طائرات تتدمر عندما تتجاوز سرعتها سرعة الصوت وتخترق جدار الصوت كأنها اخترقت جدار صلب تدمر وتسقط إذن أيها الأحبة ينبغي أن لا نقول إن القرآن يناقض العلم إلا إذا أثبت العلم أولا وجود الشياطين العلم ينكر الشياطين وأثبت أن هذه الشهب بالفعل لها هدف غير الذي تحدث عنه القرآن إذا كان علماء وكالتنا سيقولون نحن لا نعلم لماذا تحوم هذه المليارات من الحجارة حول الأرض ولا نعلم لماذا تسقط في مناطق محددة بل إنهم استطاعوا التنبؤ أحيانا ببعض الزخات من الأمطار النيزكية يعني يسمونها أمطار نيزكية هكذا فقال هذا المشكك أن الإنسان معنى ذلك أنه يعلم الغيب يعلم أن هناك جن سيصعدون وأن هناك زخات من هذه الحجارة النيزكية ستسقط في وقت معين نقول أيها الأحبة إن الإنسان الله سمح له ببعض علم الغيب سمح له بمعارفة كسوف الشمس ولو بعد السنوات سمح له بمعارفة موعد هذه الزخات من الأمطار النيزكية سمح له بأشياء كثيرة يعلمها في الماضي كانت علم غيب الجن لا يعلمون ذلك الله تعالى يقول في قصة سيدنا سليمان فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين عذاب ذل كانوا أذلاء مات سيدنا سليمان ومضى سنوات طويلة وهم يعملون ويظنونه حي هذا يدلك أخي الحبيب على أنه لو كان هناك علم للغيب لعلمه البشر أكثر من الجن فهذا أيضا له هدف أن الله سبحانه وتعالى أطلع الإنسان على علوم كثيرة جدا ربما أكثر من التي عند الجن في بعض الأحيان ليقول لك إياك أن تلجأ إلى السحرة وإلى الجن أو تعتقد أن الجن يعلم الغيب أو تعتقد أن هذا الجن ينفع أو يضر الذي ينفع أو يضر هو الله سبحانه وتعالى إذن أيها الأحبة خلاصة هذه الشبهة أن الجن عندما قالوا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبة إشارة إلى السرعة الفائقة لحركة عالم الجن مما يجعل هذا الغلاف الجوي أمامهم صلبا قابلا لللمس وكأنه جدار وهذه قوانين فيزيائية يعني الشيء الثاني عندما تحدث القرآن عن النجوم وقال رجوما للشياطي لا يعني أن النجم يعني يسقط على الأرض لا تنفصل منه أجزاء تسبح حول الأرض فتصبح هذه مثل رجمات الصواريخ بالضبط يعني عندما تحدث القرآن عن الأصل الكوكب لبعض النيازك الموجودة حولنا حول الكرة الأرضية قال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد بما أن العلماء لا يعترفون بعالم الجن ولا يعترفون بالشيطان ولا يعترفون بالملائكة وغير ذلك من عالم الغيبيات هذا إذن لا تستطيع أن تقول إن القرآن يناقض العلم متى تقول إن القرآن يناقض العلم عندما يكتشف العلماء حقيقة علمية وتجد في القرآن حديثا آخر الآن تقول هناك تناقض أما أن القرآن يتحدث عن مخلوقات غيبية هي الشياطين لم نر هذه الشياطين والعلماء لم يرواها ولم يرصدوها فكيف تقول إن هناك تناقض بين العلم والقرآن هذا المشكك هدفه فقط أن يلبس على الناس دينهم ويشككهم وبالتالي يقول إن القرآن غير صحيح وأن الإسلام دين محرف إلى آخرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا للحق وأن يثبتنا على الإيمان أكرر دائما هذا الدعاء تعلموه رجاء وادعو به ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر